بمناسبة الحديث في هذا الإطار وما يجري في غرب ليبيا السيد فايز السراج قدم ما اسماها مبادرة سياسية في أعقاب العملية العسكرية التي أعلنها الجيش الليبي لتحرير غرب ليبيا والعاصمة طرابوس كيف تعاملتم معها إذا اتصل علمكم بمضمونها ومرانية؟ هو حقيقة يعني نحن نرحب بكم مبادرة من أي مواطن ليبيا وصرف النظر عن صفتها يعني نعم تؤدي لحل الأزمة الليبية والمصالحة بين الليبيين لكن سيد السراج أو غيره لما يقدم مبادرة يفترض أن يستطيع أن ينفذ ما يلتزم به أو ما يطلب منه سيد السراج أنا نقول أنه عليه إذا أراد أن يقدم مبادرة أو يضرح حسن حسنية أن يقوم بالأحتي أولا أن يتبرى من تحارفاته مع الجماعات الإرهابية والمنشاة المساحلة في العاصمة الثانيا أن يمنع صرف الأموال الليبية الواردة من دخل النفط على الجماعات المسلحة والميليشيات في طرابس كما عمل في الفترة السابقة عندما وزع 2 مليار و400 مليون في يومين نقدا على هذه الجماعات الأمر الثالث لكن أعفون في هذه الوزية هل هناك آلية لضبط المخصصات المالية التي يتم انفاقها من المصرف المركزي أو من الأموال؟ لا تكون وبالتالي طالبه كما طالبت لأمم المتحدة بأن تكون هناك آلية يشرف عليها مماثرين من مجلس النواب لأن المصرف المركزي تابعا لمجلس النواب يعترض هو من يراقبه ويحاسبه إن استطاع أن يقوم بذلك فهذا يكون حمل جيد وأيضا مبادرة وبتصدقه الجانب الآخر أن يتخلى على مطالبة بيدانة الجيش الليبي الذي يحترف هو شخصيا نحترف بأن المشير حافتر هو قائد الجيش واحترف وزير خارجيتي بأنه هو قائد الجيش ومكلم من السلطة الشرعية من مجلس النواب أيضا كان لدي قبول بأن الجيش حرر الحاصم ولكن عندما رفض هذا العمر من هذه الجماعات المسلحة قلب السيد السراش فيتعين عليها أن يقول الحقيقة وأن يقول الجيش ذاهب إلى طرابس ليس بقصد الاستلع على السلطة ومحاربة أحد من الليبيين ولكن لطرد هذه الجماعات الإرهابية كما أعلنها لقائد الجيش الأمر الآخر هناك كثير من المحتقلين من الليبيين تحت سيطرة هذه الميليشيات المسلحة منذ عدة سنوات وخارج القانون وبدون رقابة من القوم هل يستطيع السراش أن يأمر بالإفراج على هذه المجموعات لن يستطيع أن يفرج عليهم